موسيقى العمل خارج الوطن أصبح شائع كتير نظراً للأوضاع المالية الصعبة يلي بتوجهنا ناوماني شركة هدفة تدعم المهاجر يلي عنده مشاكل مادية حتى ببلاد الهجرة من خلال تطبيق بيأمن له كل شي ما بتسمح فيه المصارف العادية موسيقى 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 لأننا نستطيع استخدام هذه التكناولوجيا لتحقيق مجموعة من هنا ويستطيع الاجتماعات 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 والتحقيقات الاجتماعات الاجتماعية قطعت شيء بمرحلة أو بتجربة شخصية أثرت فيك وخلت لك تفكر بها الفكرة أو مجرد فكرة إنشاء مؤسسة؟ نعم، كانت مجموعة من أشخاص الاجتماعات والمعارضة كنت أترك هنا بعض الأمر مع عملية ومعارضة ومعارضة ومعرفة بعض الأشخاص المعارضة، مثل أنهم عملون في راستورانات أو شعبات أو تاكسي لذلك المشروع هذه الأشخاص مجدداً لقد أعرف أن تكون مجموعة ناومني هالمشروع ناومني مخصص فقط للأشخاص دوي الراتب المحدود أو الدخل المحدود؟ ناومني هو عجم المشروع ناومني دائماً لن يعني متابعة بداخل عملية أو تقربات الاجتماعات أو تحتوى الاجتماعي أولا يجب أن يعمل من الشركة؟ أولا يجب أن تعمل على المعارضة التي نعمل معها ويجب أن يعمل على أكثر من 5 000 ديرهم في المنطقة ولكن بعد ذلك سنجد أيضاً أن يتبع لأحدهم على المعلومة المشاهدة لكن كيف تعمل التطبيق الآن؟ تجربة المشاهدة مستقبل بسكين بالإمارات والإداءة والإمارات 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 المشاهدة لإمكانهم ثم أما نجد المشاهدة موجودة نحن لا يمكنك المشاهدة موجودة إلى المشاهدة بجميع الأمور يجب أن يجب أحفظ ثم أتضوح جبأ من قبل أن يقلب أجربة ثم يجب أن يأت الطبيع على المشاهدة على المشاهدة وإمكانهم تحفظ في غير المساهدة وأخرى المساهدة يمكن أن يكون تجربة لكل المشاهدة يمكنهم استخدام عمل التجارة مالي عبر الانترنت بده ثقة عالية فكيف قدرين تقنعوا الناس لحتى تشترك معكم بالتطبيق؟ بعض المعضو الناس لانه موني البouض المقاعدة لكثير من عاملات الفررة مثل ق training the Paytm in India and Pfeser is a very famous example from Kenya so what this means is that there is a level of trust and a level of understanding already what now many does additionally is builds in the latest security techniques biometric security and the traditional usernames and pins and passwords فهذا حقًا يكون مكتاباً كما تقرير من بعض المعارضة التاليات المحدودية في العالم. هل كنتوا بحاجة إلى رخصة للمزاولة هذه العمال؟ نعم مع الحصول على المعارضة في المنزلات المعارضة المستقبلة وهذا يمكننا تعطيقات المنزلات التي نختار لعباء رؤية المستقبلة لكن نعم مع عكما من أخرى أنظمة السبب في المنزلات 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 المعارضة ويضعون بانكات المشاكلة والمشاكلة من بعد كل هذه المراحل الصعبة التي قطعتها فيها وين تشوفوا الشركة بالمستقبل بعد سنة بعد خمس سنين أو حتى عشر سنين نظر أن الناس يكون الانتصال للشركة لأمم المنزل من الإرسالة في الـ GCC وهي بطبعاً تقلل من أجل المنزل ولكنه أيضاً ساودية العربية و باهرين عاين من وراء تجربتك الخاصة شو بتقدر تنصح لأشخاص اللي عندهم فكرة يبرشوا مؤسستهم الخاصة بس بعدهم مترددين شوي I would say my biggest piece of advice when you have an idea to start a business is really to understand your market really thoroughly and part of that is understanding your competitors what they do and what they don't do very well and that really gives you a understanding of how you can improve and make sure that your solution is something that consumers really want and need and I think the more research you can do before you actually start the business itself the better position you've put yourself in and to you know launch a successful and what was the first reason for Dubai to start with us when you start with Now Money the UAE had the biggest opportunity when we first started Now Money 3 years ago and Dubai had a lot of the support that's required to start a company so really it was an obvious choice for us I think the most difficult times we passed through were really the very early stages when three years ago in this region there really wasn't as much support for start-ups as there is now plus we didn't really have any traction to go off so you know it's very difficult to get people brought in to raise investment to do the simple things you need to start a company so let me tell you how the success was today the best moments and success stories have very much been around seeing low income migrant workers who previously have been excluded from the financial system and paying higher rates for simple financial products be provided with an Now Money account and be able to use it and be provided with these services for the first time in the United Arab Emirates and other small achievements have been winning the awards that we've won and I think this really gets us the recognition and spreads the word about Now Money and the good things we're doing in this region Thank you Ayaan and good luck Thank you very much Now Money is a hard work for you Now Money is a hard work for you Now Money is a hard work for you and the safe life outside the country is a hard work for you Now Money is a hard work for you And it's a hard work for you And it's a hard work for you and for you and for you اشتركوا في القناة